يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني متابعي القناة المحترمين موضوع اليوم مثل ما تلاحظون وتعرفون عن مطافة الحريق رب يحفظكم جميعا ان شاء الله يعني موضوع اليوم ان شاء الله على قدر كبير جدا من الاهمية موضوع اليوم يعني نصيحة ونصيحة اخوية ورجاء اخوي من عندي الى جميع الاخوة اللي تابعون قناتي والى جميع الناس ان شاء الله موضوع اليوم اخواني موضوع مطافة الحريق رب يحفظكم ويحفظ الجميع ان شاء الله ويحفظ عوالكم الكريمة لكن اخواني مطافة الحريق مثل ما نقول ونعرف احنا دائما الحذر واجب والاحتياط ايضا واجب فلازم كل بيت اخواني يحتوي على طفاية خاصة للحراق مطافة الحريق اخواني مثل ما تعرفون انواع مختلفة ما نعرف شن النوع المناسب انه وما نعرف ايضا شن الحجم المناسب انه انا قاعد اتكلم منزليا بالخصوص مطافة الحريق الخاصة بالمنازل فراح انطيكم اخواني معلومة سريعة عن فئات الحرائق تصانيفها يسموها فئات الحرائق اخواني حتى تعرف منعدها الطفاية او المطافة الخاصة للمنازل بالذات وايضا تعرف معلومة بالاضافة الى ذلك معلومة انه انواع المطافة وشن استخداماتها فمبدئين اخواني قبل ما نبلش شرح فضلا وليس امر اشترك بالقناة كلمة الاشتراك الحمراء الظهر امامك اضغط عليها راح تشترك بالقناة ان شاء الله توصل لك كل الفيديوهات والمعلومات المهمة ان شاء الله فخلينا نبلش اخواني بسم الله اخواني فئات الحرائق حسب ما هو مصنف عالميا تنقسم الى عدة اقسام الفئات الحرائق من نوع اي طبعا تضمن هاي الحرائق الناتجة عن احتراق الخشب والورق والمنسوجات اما الحرائق من الفئة بي تضمن الحرائق الناتجة عن المواد السائلة القابلة للاشتعال كالزيوت والديزل وغيرها يعني مشتقات النفط من البانزين وهذه الامور كل المواد القابلة للاشتعال حتى الكحوليات اما الحرائق من الفئة سي فهي الحرائق اللي تنتج عن احتراق الغازات كل انواع الغازات أما الحرائق من الفئة أخواني فهي الحرائق التي تؤدي إلى احتراق وانصهار المعادن واضح إن شاء الله أما الحرائق أخواني من الفئة E فهي الحرائق التي تحتوي على أجهزة ومعدات كهربائية يعني حرائق الكهربائية بصورة عامة حرائق الإلكترونيات والكهرباء بصورة عامة أما الحرائق من الفئة F أخواني فهي حرائق زيوت القلي والدهون وغالبا ما تكون هاي الحرائق طبعا في المطاعم يعني حرائق المطاعم بصورة عامة تعتبر من حرائق الفئة اف هاي لمحة سريعة طبعا عن فئات الحرائق اللي لازم تعرفها حتى تعرف انه انت الطفاية المناسبة لك ان شاء الله نبدي بانواع الطفاية اخواني عندك عدة انواع عندك طفايات الماء عندك طفايات الرغوة اللي يسموها الفوم عندك طفايات الباودر جاف مثل ما تلاحظ يسموها دري باودر اما ايضا عندك طفايات الثاني اوكسيدي الكاربون اللي هي سي او تو اما عندك ايضا طفايات الكيميائية الرطبة اللي يسموها ويت كيميكل مثل ما تلاحظون اخواني هاي كل انواع الطفايات المعروفة ان شاء الله اما شون تختار الطفاية المناسبة اليك حسب نوع الحريق لا قدر الله طبعا عندك مبدئين رح اوضح لك كل نوع طفاية واستخدامه وايضا التحذير من عدم استخدامه في حرائق معينة يعني عندكم مثل ما ذكرت الطفاية اللي من النوع الاول اللي هي طفايات الماء فهي تستخدم بالخصوص للحرائق من الفئة اي مثل ما ذكرت سابقا في فئات الحريق اللي هي المواد الخشبية والاوراق والمنسوجات في صورة عامة طبعا اما عن التحذير من استخدام هاي الطفاية فهي لا تستخدم في الحرائق الناتجة عن الزيوت والشحوم والاجهزة الكهربائية اما النوع الثاني اخواني اللي هو طفايات حريق الثاني اكسيدي الكاربون مثل ما تلاحظون فهي طفايات اللي تستخدم في خاصة يعني على وجه الخصوص في الحرائق الناتجة عن المواد سريعة الاشتعال يعني المواد البترولية المعدات والاجهزة الكهربائية ايضا تستخدم الها طبعا ولا يفضل ايضا استخدامها في الحرائق الناتجة عن الاوراق والخشب والمواد البلاستيكية النوع الثالث اخواني طفايات الحريق الباودر الجاف طبعا ها من اكثر الطفايات انتشارا واللي شخصيا انصحكم باختناءها في المنزل حفاظا على سلامتكم اللي هي طفايات حريق الباودر مثل ما تلاحظون هذا النوع مالتها فيتستخدم في اغلب انواع الحرائق في كل فئات الحرائق تقريبا وايضا ما عليها اي تحذير انه لا تستخدم في حريق معين لا استخدامها تقريبا عام في اغلب الحرائق وطبعا بيها احجام كثيرة بيها يعني ام الكيلو بيها ام اثنين كيلو بيها ام ستة كيلو بيها ام الثمانية كيلو عشرة بيها احجام مختلفة اما في رأيي الشخصي انه الطفاية اللي تقتنيها ان شاء الله لا تقل عن ستة كيلو حتى تكون الوزن مناسب ان شاء الله يعني وكفاءتها عالية ان شاء الله في اطفاء اي حريقا اما النوع الاخر اخواني مثل ما تلاحظون اللي هي طفايات حريق الرغوة طبعا طفايات الحريق الرغوة او الفوم مثل ما يسموها فهي بالخصوص مثل ما ذكرت سابقا انه تستخدم في الحرائق الناتجة عن المواد البترولية يعني تقريبا شبه مخصصة للمواد البترولية يعني تنفع للسيارات وتنفع بالمنزل يعني على وجه الخصوص المواد او الحرائق اللي يكون بيها زيوت او مواد بترولية او نفط او مشتقات النفط بصورة عامة فهذا استخدام اخواني هذا كل شيء عن الطفايات اخواني العزاء اتمنى وضحت الصورة عدكم اما الاختيار فصار سهل ان شاء الله عدكم البودر عدكم الماء عدكم الرغوة عدكم السي اوتو عدكم الكيميائية طبعا هاي واضحات ان شاء الله وتقدر تختار الحجم المناسب لك وهذا كل شيء عن هذا الموضوع رب يحفظكم جميعا ان شاء الله لكن الحذر واجب وهي نصيحتي لكم اما الاخواني المتابعين الجدد اللي اول مرة يشوفوني فأتمنى منعدهم الاشتراك بالقناة كلمة الاشتراك الحمراء الظاهرة امامك مجرد تضغط عليها ان شاء الله راح تشترك بالقناة توصل لك كل الفيديوهات المهمة والمعلومات ان شاء الله المهمة اتشرف فيكم جميعا حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته